وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي يَا إِلْمَاءٍ فيكونان داخلان في الوجه فحينئذ يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل كما أن من الأشياء الداخلية في الجسد ما يكون مخفياً وتسمى البراجب مثل تحت الإبط وبعض الناس يكون سميناً يعني جلده يتسفط فحينئذ يجب عليه أن يغسل جلده وإن كان متسفطاً وهذا معنى تعميم سائر الجسد فيجب فيه التعميم بالغسل ولا يوجد فيه المسح قال وَمَا تَحْتَ الشُّعُورِ الْخَفِيفَةِ ما تحت الشعور الخفيفة مر معنى أن الشعر الخفيف يجب غسل البشرة التي تحته قال وَالْكَثِفَةِ ما المراد بما تحت الكثيفة؟ أي باطن الشعر وليس المراد بباطن ما تحت الشعور الكثيفة الجلد وإنما المراد بما تحتها باطنها فيغسل الظاهر والباطن وأما الجلد فإنه مستحب وليس بواجب